قدرت إدارة جامعة الخرطوم الخصائر المادية التي نتيت عن الأحداث الأخيرة من اعتداءات وعمليات نهب وتخريب لأكثر من 19 وحدة في الجامعة بمبلغ 135 مليور دولار وقالت إدارة الجامعة في بيان صحفين الخصائر التي تم تحديدها بواسطة لجنة حصر الأضرار التي شكلتها إدارة الجامعة بجانب لجان أخرى لنداء الجامعة وتقص الحقائق حول الأحداث وأكد البيان أن إدارة الجامعة شكلت حضورا يوميا في كل الأحداث وخاطبت المجلس العسكري الانتقالي خلال شهر رمضان وذكرت خلال مخاطباتها حجم الاعتداءات وطلبت من المجلس توفير الحماية اللازمة للجامعة بعد انسحاب الشرطة الجامعية والحرص الجامعي لتقديرات خاصة بهما